خلوني أقول لحضراتكم ست مطالب عاجلة للأهلي من كاف في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة كابتن محمود الخطيب قررت لجنة إدارة الأزمة برئاسة كابتن محمود الخطيب خذوا بالحضراتكم لجنة إدارة الأزمة هي اللجنة التي تم تكوينها بقرار رسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي من يومين قررت لجنة إدارة الأزمة برئاسة كابتن محمود الخطيب عقب اجتماعها اليوم مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية للكاف على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن جاءت طلبات النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي على النحو الآتي رقم واحد المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها تحديد سعة الإستاذ الذي ستقام عليه المباراة تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي وذلك لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء وأن النادي سوف يقوم بسدات كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغ بها من قبل كاف بشكل عاجل رقم اثنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي نصف سعة الإستاذ ده بن قصين على جماهيره فقط وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك رقم ثلاثة المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي لبعثة الأهلي ولجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب رقم أربعة المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات الصفر وبعدد نصف ساعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر رقم خمسة المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفى حكام القرى وأن لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مصابقات كافة مختلفة رقم ست المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لا سيما أن الفائس في هذه المباراة سوف يمثل القرى الإفريقية في بطولة العالم للأندية شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي وشكرا لإدارة أو لجنة إدارة الأزمات في النادي الأهلي هقول لحضراتكم بس لازم كلنا كجمهور نقف ونسقف لمجلس إدارة النادي الأهلي كل الطلبات اللي حضراتكم كنتم بتتخيلوها بتتخيلوها بس مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة إدارة الإزمات قالتها لحضراتكم حنقولها لحضراتكم مرة تانية معلش علشان تعرفوا قد إيه النادي الأهلي عظيم وقد إن مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس عظيم وبيقف خلف مصلحة النادي الأهلي فقط ولا شيء آخر ولسه عندي حاجتين كمان موقف النادي الأهلي من لعبيه الأجانب وكيفية تسهيل إجراءات السفر للجمعين الأهلي إلى المغرب حقولها لحضراتكم ولكن بعد إذنكم أقرأ هذا البيان التاريخي مرة تانية ست مطالب عجلة للنادي الأهلي من كاف في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة كابتن خطيب قررت لجنة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقب اجتماع اليوم مخطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدول الأبطار عبر الحسابات الرسمية للكاف على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن وجاءت طلبات النادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي على النحو التالي رقم واحد المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدور الأبطال منها تحديد سعة الملعب الذي ستقام عليه المباراة رقم اثنين تخصيص نسبة خمسين في المية من هذه السعة لجماهير الأهلي وذلك لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء وأن النادي الأهلي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من فئة كل الدرجات كل الدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي ولجماهيره وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي الأهلي إبلاغه بها من قبل كاف بشكل عاجل رقم اثنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي اللي هي نصف ساعة الاستاد على جماهيره فقط وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك رقم ثلاثة المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة النادي الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين تاخل الملعب رقم أربعة المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات الصفر وبعدد نصف ساعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة والأخذ في الحزبان ضيق الوقت والرد على النادي الأهلي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر رقم خمسة المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفى حكام القارة وأن لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مصابقات كافة المختلفة رقم ستة المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لا سيما أن الفائس في هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأنديها ترجمة نانسي قنقر